هذا وقامت مختلف الجهات الحكومية المعنية بجهود حثيثة للتعامل مع تداعيات الأمطار التي شهدتها مملكة البحرين على مدى يومين حرصا منها على حماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وإعادة الشوارع والمناطق السكنية إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية واصلت مختلف الجهات الحكومية المعنية جهودها المكثفة للتعامل مع التقلبات الجوية التي شهدتها مملكة البحرين فقد قامت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة العمليات باتخاذ إجراءات ميدانية من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في تدبير شؤونهم وقضاء مصالحهم من خلال التعامل المهني والعاجل مع مشكلة تجمع مياه الأمطار بداية لا يخفى عليكم أن وزارة الداخلية تبذل مجهود جبار من خلال العمل المشترك بين جميع الإدارات ذات العلاقة وبين الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى فاستجابة لتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية وتحت إشراف سيدي سعادة رئيس الأمن العام تم الاستعداد لهذا المنخفض الجوي الذي تمر فيه مملكة البحرين من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية والتأكد من جاهزية جميع الإدارات هذا وقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمباشرة البلاقات المتعلقة بسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومضلات وحدوث ماس كهربائي من جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بالتعامل مع البلاقات المختلفة التي تضمنت مباشرة الحوادث المرورية وسحب مركبات متعطلة في تجمعات الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على التقطعات والشوارع الرئيسية فيما باشرت وزارة شؤون البلدية والزراعة عملها بشكل فوري باستخدام المضخات لسحب تجمعات مياه الأمطار منذ لحظة تساقطها في مختلف مناطق مملكة البحرين تواجدنا الميدان اليوم مع فرق الطوارئ التابعة للوزارة الشؤون البلدية والزراعة ومثلة بأمانة العاصمة والبيديات في أطار المتابعة الميدانية عن قرب جهود الوزارة في التعامل مع موجة الأمطار أمطار الخير والبركة التي تشهدها مبكتنا الغالية طبعا الوزارة تعملوا في خطة مسبقة بالتعاون والتنسيق مع مجسمات العاصمة المجال السلبيدية بجانب شقيقاتها من وزارات الدولة ومأساتها وعلى رأسها وزارات الداخلية المركز الوطني التابع لجنة الوطنية للطوارئ الميدانية وزارة الأشغال هي الكهرباء والماء وفي خطة مسبقة الاستعدارات بدأت قبل حطول الأمطار من جانبها قامت وزارة الأشغال باستعدادات استباقية للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار فقد حرصت على توفير المضخات وتوزيع الصهاريج في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية طبعا وزارة الأشغال مستمرة في بذل كل الجهود المسبقة للتعامل مع الحالات المطرية وبالتعاون مع كل الجهات المعنية لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية في وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة هذه الجهود الجبارة للتعامل مع حطول الأمطار الغزيرة كانت خير شاهد على قوة ترابط وتعاون مختلف الجهات الحكومية مع بعضها البعض للحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر